كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوم السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب ما زلنا متواصلين معكم في تغطية أهم الأحداث التي لن تراها بإذن الله إلا على هذه القناة النهاردة معنا في هذه الحلقة مشاهد فعلا يعني مهمة جدا ومزهلة ما زالت علامات الساعة تتحقق على أرض الحجاز بين قصين المملكة السعودية في ظل إنكار المنكرين ويعني بمناسبة إنكار المنكرين معانا النهاردة هدية ليهم ومعانا إهداء لكل من يحاول أن يشكك في مصدقية الأخبار بتاعتنا إحنا بفضل الله أول قناة ارجعوا للتواريخ والحلقات أول قناة تكلمت عن عودة أرض العرب مروجا وأنهارا وأول قناة بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل مراسلين وصديقنا العزيز اللي بنشكره جدا اللي معانا من مكة أول ناس عرضنا ليكم هذه المشاهد الحصرية لعودة أرض العرب مروج وأنهار النهاردة معانا مفاجأة ولكن أنا ميخليها في الفقرة رقم أربعة أو خمسة في هذه الحلقة فتابعونا يعني من أولها لآخرها أول مشهد علشان ما نطولش عليكم نخش فيه مشاهد المدينة المنورة هل تتخيل أن هذه المشاهد التي تظهر أمامنا الآن هي مشاهد المدينة المنورة جنة الله في أرضه سحراء تحولت إلى خضار مروج سبحان الله بعد السيول الكبيرة التي ضربت أنحاء المملكة السعودية من قصين أرض الحجاز لقينا أن المروج والخضار انتشر في البداية كان الناس بيشككوا وبيقولوا أن سرعان ما ستزول هذه المعالم الخضرة الخفيفة اللي كانت في بداية الأمر بدأت تزداد يوم بعد يوم والأمر يزداد كما يظهر أمامنا مشهد آخر مشهد المروج قبل وبعد مشهد المروج قبل شايفينه زي ما بتظهر أصدنا الصورة المزهلة على الشاشة بص للشاشة من فوق الكلام دوت كان إيه ويبص للشاشة تحت تحت قبل صحراء والقطار بيعدي زي ما إحنا شايفين بعد سبحان الله مشهد مش محتاج تعليق مش محتاج تعليق أرض العرب تعود مروج وأنهار فين العلماء فين الدعاء اللي تعابونا بالإنكار ولسه بدري وإحنا يعني سبحان الله عايز أقول لكم النهاردة خرج علينا أحد شيوخ الأزهر طبعا إحنا لا نهاجم الأزهر إحنا بننقل لك النبض إيه هو الاتجاه الطيار إيه وقال يعني بالرغم إن المروج عادت ولكن هذه ليست علامة يعني سبحان الله إثبات ثم نفي يعني العلامات الرسول قال عليه الصلاة والسلام تعود مروج ولكن هذه ليست من العلامات أو لسه بدري اطمئنه الموضوع هياخد وقت طويل والفترة اللي جاية هتسمع كلام من دا كتير انتبهوا أيها الأحباب لذلك احنا معاكم ومتواصلين وانا طالع معاكم وانا تعبان ومريض ومش بقول كده عشان يعني بنزايد لا والله أنا بطالع وعندي إصرار يعني وتعبان من مبارح إن أنا مقدرتش أطلع معاكم علشان خاطر إحنا عايزين نبقى معاكم يعني يوم بيوم في هذه المرحلة التي نزعم أنها حاسمة شفنا المشاهد قبل وبعد تعالى نشوف مشهد سقوط السلوج أنا هسكت لمدة ست ثواني سقوط السلوج زي ما شفنا مشهد رهيب جداً بيبين لنا في وسط الجمال وفي وسط المجتمع المفروض مجتمع صحراوي بنلاقي هذه المشاهد الغريبة على أنظار ومسامع الناس على عيون الناس ما شفوهاش من قبل تعالوا نشوف الفقرة بتاعت المراسل بتاعنا صدقنا العزيز وفي الحقيقة أخرت هذه الفقرة اللي هي متسجلة من ثلاثة أيام وبس بتبين لنا مشاهد المروج في جبال مكة وسمحونا على جودة الصوت لإن كان التصوير أثناء ما العربية صوت العربية وبتمشي يعني فتعالوا لمدة ثواني نسمع صدقنا العزيز اللي بنشكره جدا ونعود إليكم السلام عليكم برشاك طريق الحرب زي ما احنا شفنا احنا دايما بنحطك قصاد الكاميرا بنحطك قصاد الحقيقة علشان الناس المنكرين وأهل الإرجاف وتعالوا بمناسبة أهل الإرجاف نديهم الهداية دي اللي هي ضربة قاسمة لكل المنكرين تلفزيون السعودي بيخرج رسميا يعترف بالخضار وبالجبال لأن في ناس احنا بنبعث والمراسل بتاعنا ربنا يجزي خير صدقنا العزيز وناس بتقول لنا الصور مفبركة ومركبة ودايما احنا بنرد بالدليل بنرد بالدليل صوت وصورة علشان خاطر أهل الإرجاف ما يبقاش لهم أي حجة واحنا معاهم لغاية ما يستسلموا ويتأكدوا أننا في الأيام الحاسمة تعالوا لمدة 16 سنية أسكت ونشوف جزء من قناة التلفزيون السعودي الإخبارية والمزيع بيتكلم بيقول أن المرة الأولى في تاريخ السعودية نشوف هذه المروج والأنهار بلسانه اسمع لمدة 16 سنية وارجع عليها إلى مكة المكرمة وإلى الأرض المباركة المقدسة حيث أصبحت جبال مكة المكرمة مكسوة بالعشب الأخضر للمرة الأولى ربما تاريخيا منذ فترة طويلة بعد الأمطار التي شهدتها المنطقة خلال زي ما سمعته المزيع بتاع التلفزيون السعودي بيعترف رسميا بوجود المروج والأنهار فين بقى الناس المنكرة فين أهل التشكيك فين أهل الأرجع في المشاهد دي باعتراف التلفزيون الرسمي السعودي إن هذه المشاهد تحدث لأول مرة وناس والله بيرسلوا إلي ناس موجودين مقيمين في مكة وناس من أهل مكة واحد لسه مؤخرا النهاردة من ساعات أرسل لي وقال لي أنا عندي سبعين سنة عمري في حياتي ما شفت هذه المشاهد في مكة وفي المدينة وفي أنحاء المملكة أبشروا أيها الأحباب أبشروا الأيام الحاسمة اقتربت وهنفكر بعض بإذن الله قريب ودايما بقول لا مكان للناس الدعاء والشيوخ لشككه وألوح لسه بدري ما لهمش أي مكان وسوف نذكرهم بهذا الكلام بإذن الله تعالوا نشوف يعني مباشرة كمان جبال مكة وهي تعود مروج وأنهار مشاهد أيها الأحباب تؤكد صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وإن الخير قادم وإن الأرض بتتغير الأرض بتتغير أيها الأحباب بقوة وبشدة الأيام الحاسمة والله والله باتت قريبة ولكن إحنا في مرحلة عارف مرحلة صعبة جدا مرحلة السبات مرحلة السبات إحنا شايفين الأحاديث بتحقق وصد عينينا وفي ناس عايزة تغفلنا وفي ناس عايزة تقول لنا إن ده أمر طبيعي لا مش طبيعي مش طبيعي وبيزداد والأيام بيننا بعد قليل بإذن الله انتظرونا مع حلقة بس مباشر إن شاء الله نطلع معاكم الساعة تسعة ونص اليوم بتوقيت مصر مع حلقة بس مباشر هامة جدا معلش بقلنا يعني أكتر من خمس أيام تقريبا ما خرجناش معاكم في حلقة بس مباشر إن شاء الله النهاردة معانا حلقة بس مباشر هامة الساعة تسعة ونص بتوقيت مصر حضر الأسئلة بتاعتك ودائما نقول لكم لا تنسونا من صالح الدعاء سلام الله عليكم ورحمته